اشتركوا في القناة التصدي لنفوذ ايران وسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وهو ما برز من خلال مقاله بومبيو قبيل وصوله الى الرياض حيث اكد على همية وجود مجلس تعاون خليجي من المتحد بهدف انشاء تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي يعتقد الرئيس ترام وأنا اشاطيره الرأي ان الازمة بين الدول الخليجية طال امدها والمستفيدون منها معروفون تقوم دولنا بدور هام ولدينا الكثير لنجزه معا وتعمل الولايات المتحدة باداراته المختلفة على حل النزاع واتخاذ الاجراءات الضرورية اعادة تدعيم الوحدة الخليجية اتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي اساسية في حلفنا الاستراتيجي الجديد في الشرق الاوسط الذي نأمل ان يشمل ايضا مصر والاردن معنا من الرياض رئيس تحريص صحيفة الحياة في السعودية والخليج السعود الرئيس اهلا بك سيد سعود ومساء الخير بومبيو يقول تعمل الولايات المتحدة على حل النزاع واتخاذ الاجراءات الضرورية لعدة تدعيم الوحدة الخليجية ما الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذا الصدد نعم تحية لكم المشاهدين الكرام يعني بالنسبة للتصريحات طبعا اللي ذكرها وزير خارجي الابريكية نعتقد انه في مبالغة بالطرح لانه القضية او الازمة القطرية اليوم يعني اتخذت اكثر من منحة واتخذت اكثر من منصة ولا زالت قائمة كما هي القضية قضية ارهاب المنطقة في مواجهة هذه الافا الولايات المتحدة ايضا تدعي انها تحارب الارهاب يعني في ظل هذا الوضع لا اعتقد انه هناك اي مبادرات ايضا من جانبها قطر لم تقدم اي مبادرات للتراجع عن سياساتها هذا من جانب من جانب اعتقد الجانب الاهم اليوم انه ما الذي سيفعله هناك ثلاث ملفات رئيسية يعني دانا نتحدث عنها بوضوح عندك الملف السوري عندك الملف الايراني عندك ملف الارهاب من بين هؤلاء اعتقد انه الولايات المتحدة نجحت في ملف الارهاب حتى الان بينما على الملف الايراني لا اعتقد ايضا الملف السوري في الملف السوري يعني شاهدنا طبعا جزء من هذه الزيارة زيارة بوبيو اعقبت القرار المفاجئ الذي فاجأ فيه حلفاء الرئيس ترامب بالانسحاب طبعا فيما يبدو كان هذا هو المخطط فعلا لكن فيما بعد اعتقد انه الادارة الامريكية اكتشفت انه في حال تمت خطوة من هذا النوع سيتم انشاء ايران ثانية في المنطقة التي المقصود طبعا هنا تركيا وبالتالي تم التراجع او تأجيل قرار الانسحاب هذا بالنسبة لسوريا بالنسبة الايراني اليوم عندما نتحدث عن مواجهة ايران وتشكيل دعنا نقول حشد في المنطقة لمواجهة السياسات الايرانية وعثداءات الايرانية انا اعتقد اليوم انه حتى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية لا تصل حتى الان يعني الى الدرجة التي ممكن ان تؤثر على الداخل الايراني بشكل كبير هناك تأثير لكن التأثير سيظهر بشكل اكبر قد يكون مع نهاية العام مثلا ممكن ان نشاهد مثل هذا التأثير لكن في الوقت الحاضر دعنا نكون واضحين وصريحين اليوم هناك اكثر من دولة تسعى لإفشال هذه العقوبات على ايران هناك الصين هناك روسيا هناك حتى اوروبا لم تستطع الولايات المتحدة اليوم سحبها الى خانة المقاطعة فاذا هناك من يسعى طبعا سعي هذه الدول لإفشال العقوبات على طهران جزء منه كبير لانها تخشى فيما بعد ان تتعقض لنفس الموقف امام هذه التحديات تتفضل من ضمن هذه التحديات هنا ايضا السؤال الهدف المعلن لهذا التحالف هو مواجهة ايران سلوكها المزعزة للاستقرار المنطقة لكن يشمل هذا التحالف دول لا ترى في ايران انها تمثل هذا الخطر بل تراها ايضا حليف استراتيجي لها كيف يمكن تحقيق التوازن بين انضمام هذه الدول التي لا ترى اصلا في ايران خطر وبين مساعي لانشاء هذا التحالف لمواجهة الخطر الايراني سيد سعود يعني نتحدث بصراحة هنا نتحدث هنا عن قطر طبعا باعتبارها حليف الحقيقة ليست فقط قطر في المنطقة الاشكالية التي نواجهها يعني هناك دول المنطقة الحقيقة كل منها في اتجاه سواء مصر سواء الاردن سواء الكويت سواء عمان سواء قطر كل الدولة في اتجاه مختلف عن الآخر انا لا اعتقد انه تحالف من هذا النوع قد يكون فاعلا فعلا في ظل وجود اطراف غير متجاوبة سواء كان مع العقوبات سواء كان مع عملية استراتيجيات الموضوعة للحد من الخطر الايراني في المنطقة فمشروع مثل هذا قد يكون فقط من باب الموجودين لكن هل سيكون مؤثر انا لا اعتقد لكن هل تعتقد انه من ضمن الجهد الامريكي سيكون هناك حث هذه الاطراف هذه الدول على اعادة تقييم الخطر الايراني سيد سعود يعني لا بد ان تلجأ الولايات المتحدة لهذا النوع لكن في المقابل يعني كيف يمكن ان اقترع ان الدولة مثلا حليفة لايران وتقوم بتنفيذ سياساتها في المنطقة ان تكون عضوا في مثل هذا التحالف يعني غير واردة وغير مجدية لا يمكن ان يكون مثل ذلك بالاضافة الى ذلك مثل ما اسلفنا ان هناك من يسعى لافشال هذه الضغوط حتى ليس فقط العقوبات حتى الضغوط الامريكية على ايران يعني حتى تركيا على سبيل المثال اليوم التي هي اليوم حتى يعني تقع ايضا هناك شبه ازمة بين تركيا والولايات المتحدة ايضا تدعم ايران الخيار الوحيد الذي تعمل عليه الولايات المتحدة او الذي تراه الولايات المتحدة ولوحت به اخيرا بحسب ما تسرب من داخل دوائر الامريكية ان هناك فعلا مخطط لتوجيه ضربة عسكرية الى طهران قد تكون واردة قد تكون اقرب من اي وقت مضى اليوم تنفيذ مثل هذه الضربة ولانه بالفعل تم وضع الاهداف وتم تحديدها بحسب التسريبات طبعا هذا انا اعتقد ما سيصل له الحال اما عملية تشكيل تحالفات فهي فقط لبعث طمأنة او رسالة للحلفاء الولايات المتحدة هنا في المنطقة ان هي لا زالت موجودة معهم وان هي حريصة على امن هذه المنطقة لكن عندما نشاهد سياساتهم التي تم اتخاذها لا اعتقد ان هذا توصل للرسالة كما هي اليوم الحلفاء في المنطقة هنا لا يبحثون الحقيقة عن حليف غير الولايات المتحدة الامريكية لكن ما نحن بحاجة له ان تكون سياسات الامريكية واضحة لا ان يخرج قرار مفاجئ مثل ما حدث في سوريا ويتم التراجع عنه ويتم التمديد يعني هذه جميعها الحقيقة لا تخدم امن المنطقة ولا تخدم استقرار رسالة طمأنة يعني كيف يستقبلها الحلفاء في المنطقة من الادارة الامريكية الى اي درجة يعني بالفعل هذه الجولة تحمل طمأنة لها اولاء الحلفاء سيد سعود الحقيقة التصريحات الامريكية كثيرة الحقيقة وخرجت لكن سياسات مخالفة لما يحدث والقرارات ايضا في ودء اخر يعني انا لا اعتقد انه فقط زيارة ستكون كافية لطمأنة الحلفاء اليوم الحلفاء بحاجة الى سياسة واقعية في المنطقة سياسة نافذة قرارات تتخذ بالتشاور والتنسيق اليوم المنطقة نحن نعلم ما يهدد المنطقة اليوم الولايات المتحدة تدرك ايضا ما يهدد المنطقة بالتالي لا بد ان يكون هناك تنسيق اكبر مع الحلفاء العمل عمل مشترك وضع استراتيجية بمشاركة الحلفاء وليس فقط استراتيجية مجرد قرار يخرج في ليلة وثم يتم التراجع عنه طيب من بين الاهداف المعلنة الاخرى لهذا التحالف هو هزيمة تنظيم داعش والمجموعات الارهابية الاخرى فيما تحظى ايضا الدوحة سيد سعود بسجل طويل تدعمه الادلة وهو ربما جزء يؤثر على مسار وفاعلية هذا التحالف مستقبلا ما في شك هذا من الاشكاليات ايضا التي تواجهها المنطقة يعني اليوم تنظيم داعش عندما يتم الحديث اليوم عن انه هذا التنظيم تم دحره لكن في المقابل نشاهد عودة النشاط له سيعود داعش في حال انسحاب الامريكي الذي تحدثت عنه في حال وجود دخول قوات تركية مثلا لاحتلال مناطق لا شك انه هذا سيفتح ايضا مجالا ارحب لعودة الارهاب الى سوريا ومن ثم للمنطقة الدوحة لا زالت طبعا مصرة على دعم الجماعات الارهابية لا زالت مصرة على امدادها لا زالت مصرة على احتوائها فبالتالي لا يبدو ان هناك اي بارقة امل حقيقة في ان تعود الدوحة عن هذه السياسة اليوم حتى الولايات المتحدة الامريكية لمصلحة ما قد تتغاضى عن بعض المناطق او في بعض الملفات التي تخص الدوحة لكن لا يمكن اليوم ان تأتيني الولايات المتحدة واي دولة اخرى تقول لي اجلس مع الدوحة على طاولة واحدة وانهي هذا الخلاف لان الخلاف اليوم هو الاساس الذي يحارب من اجه العالم اجمع نحن نرفع شعار لا للارهاب لا يمكن اليوم ان نصافح يد تصافح الارهاب وتدعمه وتمده بما يحتاج اليه يعني اليوم نحن نشاهد ونتابع الاخبار نتابع الجماعات الارهابية نتابع اليوم تركيا حتى التي هي على تواصل مستمر مع الدوحة وتنسيق مستمر نشاهد النصرة كيف بدأت تعود المشهد يعني جميع هذه لا يمكن للولايات المتحدة ان تتغافل عنها ولا بد للولايات المتحدة ان تستمع من حلفائها ايضا ما يزعجهم في المنطقة وما يهدد امنهم وما يهدد استقرارهم اذا كان فعلا الهدف والغرض هو امن واستقرار المنطقة فاذا قطر هي واحدة من العقبات التي تهدد امن واستقرار المنطقة لان اليوم اذا كانت هي على وفاق مع طهران على وفاق مع انقارة جميعهم اليوم طهران على سبيل التحديد يعني لا شك ان اهدافها معلنة ولم تتراجع ولا زالت تسعى لاستفزاز المنطقة ولاستفزاز الولايات المتحدة الامريكية ايران في المقابل كيف تتابع هذه التحركات الامريكية مساعيها لانشاء تحالف لمواجهة تحركات ايران وانتهاكاتها في المنطقة يعني ايران من الدول التي لها نفس طويل حقيقة وهي تدرك اليوم خطورة ما يحدث لانها تدرك انها باتت في موقف ضعيف دعنا نقول في المواجهة اليوم لا شك ان اقتصاد الايراني ليس في افضل حالاته هناك شاهدنا عند بدء العقوبات في اول 24 ساعة شاهدنا انهيار العملاء الايرانية على الصعيد الامني في الداخل ايضا الوضع الامني في الداخل ليس في افضل حالاته بالنسبة للقوة العسكرية ايضا انا اعتقد اليوم انه ايران باتت محاصرة يعني لسيمة في اليمن تم السيطرة على الوضع بشكل كبير والحد من التواجد الايراني وتأثيره لذلك كيف تنظر هي اليوم تسعى للظهور باستهزاء يعني تتحدث عن المؤتمر تتحدث قد اتخذ بالذات اجتماع وارسو لانه هو الاجتماع الذي سبق الاتفاق على سقوط الشاه هم يذهبون في هذا الاتجاه فقط للاستهلاك الاعلامي لكنهم في داخل ايران لا شك انه في مازق كبير اليوم لسيمة مع اقتراب او تفاقم الازمة مع الولايات المتحدة وعدم التوصل الى ارضية مشتركة على الاقل للتباحث هناك اصرار الميزة اليوم في السياسة الامريكية هناك اصرار الرئيس الامريكي فقط على مواجهة طهران وعلى معاقبتها لكن الى اي مدى قد يستمر ذلك والى اي مدى قد يصل هذا يعني ما سنشهده خلال الايام القادمة يعني بعد اربعة اشهر من اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان بلادها بصدد تشكيل تحالف دولي لهدف محدد وهو مراقبة النظام الايراني الى اي درجة بدأت تتضح ملامح هذا التحالف على المدى القريب سيد سعود اي تحالف كان لن يستطيع الحقيقة عمل شيء المتوقع والمنتظر منه طالما ان هناك يعني دعنا نقول فجوات او ثغرات في هذا الاتفاق سواء على الصعيد الدولي في المنطقة نحن ندرك ان المنطقة اليوم لا زالت مشتعلة الى اي درجة اليوم الولايات المتحدة من جانب تلوح بالانسحاب من المنطقة والبحث عن قوة بديلة انا اعتقد ان هذا ايضا سيترك فجوة كبيرة او سيحدث خلل كبير الحقيقة في المنطقة بشكل كامل قد تكون الدول العربية قادرة لا اي مدى لا اعلى من حقيقة في حال تشكيل كقوة بديلة في الولايات المتحدة لكن لا اعتقد ان الخيار الصائب في المرحلة هذه بالاضافة الى انه مثل ما اتفقنا انه هناك الكثير من يسعى لاحباط السياسات الامريكية او لافشالها عفوا في المنطقة يعني انا الحقيقة لست متفائلا شخصيا لو سأتني لست متفائلا كثيرا بما يحدث لوجود مثل هذه الثغرات لوجود مثل التواجد القطري غير مفيد على اطلاق مضر وهدام ايضا لانه بكل سهولة سيتم يعني التواصل مع طهران بكل سهولة سيتم العمل لاحباط اي عمل موجه ضد طهران بشكل او باخر من خلال السياسة القطرية وهذه ايضا ستبقى ورقة ايضا قد يتم التلعب فيها بشكل او باخر سواء من قطر او حتى من الولايات البنية وهنا يعني كيف يمكن تجاوز الامر يعني وجود حليف لايران في تحالف ضد ايران يعني كيف في رأيك سيتم تجاوز الامر والمسعى عمليا هو او الاساسي هو محاربة ايران او سياسات ايران في المنطقة يعني انا ارى انه لابد من يعني دفع قطر واجبارها على لا نقول قطر علاقات ولكن التنسيق الرفيع مستوى بين طهران والدوحة له من الخطورة كثيرة ايضا تنسيق الايراني التركي ايضا هناك يعني يمثل اشكالية ايضا في المنطقة اعتقد لابد من ارغام هذه الدول على الالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه اليوم الدول الباقية ولو انها كانت تتعامل مع طهران بلهجة مختلفة لكن ايضا هناك حد لكن بالنسبة للدوحة الحقيقة لا يوجد حد يقفها تقف عنده وبالتالي من الخطورة بمكان الحقيقة ان يكون عضو لمحاربة طهران بينما هي صديق في الاتجاه الآخر يعني معادلة لا يمكن الحقيقة فهمها ولا يمكن تركيبها سعود رئيس رئيس تحرير صحيفة الحياة في السعودية والخليج كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة